الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية مصرح الإذاعة المغربية يقدم موجليل موجليل دراما إذاعية في حلقات بقلم أنوار بن بوجمع إخراج حميد زيان الحلقة الرابعة ريك سيلنس كنت منها ما يكونش ريك قلقك لا 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 ما كان مشكل وعلى كلين أنا مدين لهذه الكربة بحياتي كما أنني مدين لكم يا أنيسة دلال أنتي والأب ديالكم سعلال لإنقاذكم حياتي من موت محقق ما تقولش حقك ره ربيتي يبغيك على ذاك شي يكتب لك عمر جديد الحمد لله أمدرا كلي كيف تتحس براسك اليوم أشوية الحمد لله ولكن مرة مرة كان شعر بوحد دوار فرصي وألم شديد أيه را قال لنا الدكتور ربيع أنك غادي تبقى تحس بالآلام بعد المرات ولكن إلا أخذتي الدوار في الوقت دياله غادي يزور عليك الآلام وغادي داد تشعر بتحسون مع مروا الوقت صباح الخير أبنتي دلال صباح الخير أبابا الحمد لله بيالي النظيف ديالنا ولاتي التعفر الحمد لله على سلامتك أولدي الله يسلمك وينجيك السعلال وسمحوني إلا تقلت عليكم راني ما عرفش كون أنا وما عندي حتى شي حد عندك الله أولدي هو القادر على كل شي وهو اللي لقنا جميع عمر قلبك به وما تخافش إنما على عسري يسرى ونعمة بالله وربما كيست باب حتى كيفت حبيبان قد بالعبد دياله ارتاح أولدي وعتبرت ضردرك وأنا اعتبرني بحل أبدي ديالك ودلال بنتي بحل أختي ديالك واللي تقلت عليك اخفرت علينا خليتكم على خير فاين ماشي يا بابا غادي ندوز ابنتي للفير مع الخدامة محتاجين نتمها والله يديك ويجيبك على خير سمعي ما تنسيش يا بنتي دلال تخلي بالك مع عبدي في ديالنا وتناوليه الدوال ليعطاها الدكتور في الموعيد دياله خليتكم في أمان الله شكرا شكرا نسي الله واشا نقول لك سيبوداي بتالي تعرف حياتك هديك خلت نشير عليك برأيه في الموضوع وما يجبكش الله وما نخليك على راحتك على وعاسة تلقى حل مع رسك أراني ما جيت وتكلمت معك سي صامح تعرف أنني بتزو نصحك لأنك تصحك وعندك دير يرح والناس فهم رامناها قصرح ليدك لمكين الموضوع وأن النعاس ما كنشوفوش خلتك تعرف فاسي البودالي أن المكي الغرض دياله هو يخلق بينك وبين الحاج العربي لعداوة وبالتالي ينفرض بالصيادة والقرارات ديالهم بعد ما يكون ستعملك كطعم وضرب بك الحاج الطيب وزاحهم من طريقه وفي الأخر بتحول أن تلبيدك في الديه يدير بك ما بغى هاد شي كله راني فهم وشي صالح لكني ما عندي ما ندير لكن تعرف ليه دق سيراغ ورزقه مرتبط بالمركب وقع لما ركيبتي يملكها لعب بودي وإلا رفت نسمع الكلام المكي ضروري غد ينحوني للصدقة ونتشرض أنا ولدي وهذا شي ما يبغي لا العبد ولا مولة الأرزاق السيبودالي راه في ضله هو اللي ترزقه تيعطي بغيتك تفكر مزيان وما تحاوش تدخل في صراع مع الحاج العربي وهلا غتولي ناكر الجميل ومكره من طرف قع السيادة راه الناس يصار خايف على ولداتي خايف عليهم ليتي يتموا من بعدي ويتشرضو آه واعلمة بل ياسيبو دالي راك مخبيشي حقائق في الداخل ديالك وسكت راه لها دراكتينة ومسكت حسنا سيصار تصور أخوي المختار منهار ما بقتيش كتجيلك تانويه وقع الأساتي ده والتانويه كيسوله عليك واش هادي نقول لك أخوي عمر راك انت عارف الظروف اللي تنمروا منها فطار خصوصا بعد الحادثة اللي وقعت واختاف في أخوي المهدي عبخياتك أخوي المختارة زي ناسك شوية وتقبل قرائتك وراك انت عارف المسيحانة ديالة البكالورية لأبواب وانت معروف عليك زي ما تيلم يدمجتها افكر شوية في مستقبالك وخلي الدورة فعل الله صحبي وعندك الصح اخوي عمر نوصل هدران اللي قالها ليا ودخالتي صالح عرفتي داك اللي خدام صحفي انت عارفه وعزيز علي ديما نقرر مقالات دياله وكانتمنى نكون بحاله بحيث صحفة واحد المهنة اللي تتشدني وتنتمنى نجح في البكالورية ديالي وندخل المركز تكوين صحفيين حتى أنا لأنها الأمنية ديالي في الحياة الله يكمل عليك أخوي عمر أمين وانجحك في اللي تتمنى قل يا عمر نعم واش أخوي يمكنك تعطيني الدوروس اللي قريتوها في مدة غيابي الله ودي بكل صرور أخوي المختار رحنا أخوت وما تنساش أنا زملاء سنين هدي منين كنا في البتداء عقل شكرا 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 أخوي عمر رد والك في ساعة الخير بلا جميل أخوي المختار بلا جميل يلا يلا نمشي راه هذا هو وقص الدخول وراك انت عارف العساس ديال التانوية اللي وقص عندهم دبوت يلا تعطينا غيب قصيم تيزد الباب يلا يلا نمشي أخوي عمر يلا غيزد الباب إيوان بنيتي فاتيحة حتى لين غدي تبقي بعيدة على خدمتك اللي دارها الله هي اللي تكون واللي مكتب لابد ما تشوفوا العين طال زمان ابنيتي ولا أقصر يوديها في مستقبالك راه منهار وقع اللي وقع وفقدنا أخوك المهدي وانت يا ابنيتي قفل المحل ديالك وستد الباب على رزقك ولكن الوليد أنا ما يمكن ليش نخلي الوليدة بوحدها في الدار لازم لي نمقع في جنبها ننوزها ونشوف طلبات ديالها أي أي عندك الحق ولكن الوليدة ديالك راهها مرة مومنة ومع مرة قلبها بالله سيري يا ابنيتي لخدمتك وفتح لي المحل ديالك نهار قدي في الخدمة إيوان وفي العشية هانتي في داركم مع مومتك إيوان شكولتي يا ابنيتي سمعي الهدراء الباكة بنيتي فاتيحة وديري بيها راه بغاليك غير الخير وما تنسيش أن المحل ديالك راه مخدم شحال من بنت في الخياطة وحشو ما تقطعي رزق دوك لبنات راه فيهم اللي خدام على عائلتها أي يا ابنيتي ديري بكلام بباك راه ولي غا تجبري في خياتك وعرفي أنني ابنيتي فاتيحة رانا رادية عليك دنيا وآخيرة إيوان ويكون خير ربي يفرجها من عنده غداي إن شاء الله في الصبح نفتح المحل ونبدأ في الخدمة إيوان شكت يا ابنيتي هكذا نبغيك فكري شوية في مستقبالك وفي الخدمات اللي عندك وربي راه ما أخلقه ضيع رزق شي واحد من عباده إيوان نخليكم على خير ندوز نمشي لعند الحاج العربي راه بغي تكلم معي في شي موضع يا الله تسنى الواليد تسنى أنا غدا مصلي لا 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 بلا ما تحتاج يا ابنيتي فاتيح راه وخبك ضرير وما كيشوف شي راه حافض الطريق هلا كل راه كيف مكان خرج من الدار داروري ما كيجي عندي شي واحد من الصيادة الله يززيهم بغير وكيديني المكان اللي يبغي إيوان خليتكم على خير الله يهنكم شوف الحاج غير بشوية عليك وما تعطل شي فرجوع راه كان بقاوم شوشين عليك ماذا وكانت مننا من الله تسمع شي خبار على ولدنا المهدي إيوان لا 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 يحش منه وكان طلب من ربي يفرجها من عنده ويرجع وليدي المهدي لأن قلبي كي يعلمني أنه عايش وما مات شي من فمق الباب السماء الواليد راه ربي اللي يعلم باللي إحنا فيه بسبب هاد الحديثة اللي وقعت وختاف فيها أخويا المهدي لكن معلينا إلا بصبر ونحمد الله على اللي يبغى يلا هالواليد نفسح ليك الباب يا بسم الله لو قلت لك راكنت اللي غالط حيث من النهار بعدي من الحاج العربي وبقيت في معا مبارك وانت في المشاكيل وانا عيت ما نوصي فيك باش تبقى في جنب الحاج العربي ولكن طمع عماك ودرتي اللي فراسك أو في الخر جيك كاتب كالية وكاتقول راك نادم والله حتى ندمت أخويا السعيبي راني وليت واحد مع مبارك من رصح ترجلي خصوصا وأن البوليس من بعد حادثة اللي اختفى فيها المهدي والدحش الطيب ولا شك في كل واحد منا وخصوصا اللي اخدامي مع مبارك تصور سيما نريدازت استدعوني البوليس واستمع الأقوال ديالي أخويا الفضيل راه ماشي غير انت بوحدك الشرطة استمعت تقريبا القعص يظل كنو خارجي للصيد في الليلة اللي وقعت فيها الحديثة عارف أخويا السعيبي لكني مكنش معهم وانت تتعرف بأنني معقد من البحر حيث ما تعرف شنعهم عمري في حياتي مركبت في شي مركب وخدمتي كيف كتعرف غير خيات ديال الشباكي ديال الصيد ولكن عليش استدعوك لقي اسم الشرطة هات الشي هات الشي اللي بغي يحمقني ويستطيني تصور أخويا السعيدي من نهار استدعوني وانا وقت نعرف ما ندير وليت خايف من خيالي القد يولي فيها البوليس والسين والجيم وطلعوا هبط اقول لي يا أخويا الفضيل وش الأقوال اللي دليتي بها القسم الشرطة هي نفسها اللي عاود ديلي يا دابا لا أخويا لا كيفاش كدبتي في محضر الشرطة علش ما قلتيش الحقيقة حيات مبارك حفظني أش نقول في المحضر واسطني باش منسح تحرف من اللي قل لي وش عرفت يا شدرت يا أخويا الفضيل راكل حتي نفسك فحفره شعله بالعافية وكدبتي في محضر رسمي يعني عشان ديرت القضية اللي بغاني عليها ممنيني جبدلك الموضوع غتقول له هاد الكلام اللي غنحفظه لك بالحرف باش ما تخليش يفرض عليك تقدم الالتخابات ضد الحاج العربي واش فهمتي دابا فهمت فهمت أشي صالح ومنين فهمتي سمعني داباش غادي نقول لك غاب شويا غاب شويا مزيان هيا يا ودفا مزيان أرى أني قلتك نشوف علامة التحسون كاتبان على صحتك شكرا شكرا دكتور ولكن دكتور ربيع ره مرة مرة كي بدأ يحس بالضخاء والحرق في راسه هاد الشي عادي يا أنيسة دلال لأن تأثير العملية اللي جرينا هالي خلف الرأس دياله ما زال ما تشافتش كليا لكن مع الانتظام في أخذ الأدوية والمسكنات غايت جاوز هاد المرحلة وغير جعل حالة العادية بحول الله بحول الله أقتش ممكن لي أن تسترجع الدكرة ديالي يا دكتور ربيع هادك أمر تعلم بغير الله سبحانه وتعالى لكن إذا كان إيمانك قوي بالشفاء تقدر تسترجع الدكرتك في لحظة وجيزا لكن لي بغيتك تدير فراسك أنه ما دمت على قيد الحياة فهناك دائما أمل عندك الصحة دكتور ربيع ابتداء من هذا الحدق سأسميك مؤقتا بإسم بشور بشور؟ وعليش اختارتي لي هذا الإسم دكتور ربيع؟ حيث نهار اللي دخل عندي للمستشفى وطلعت على الأحوال دياله جاتني الترقية اللي تسميتها هدي سنين لهذا سميته بشور لأنه كان القدوم دياله بشرة خير وفال طيب عليه وعلى مصاري المهنية إيوان بروك عليك الترقية يا دكتور ومزيد من التوفيق في حياتك المهنية وش نظهر لك السيم بشور؟ اللي قال هالدكتور ربيعية اللي تكون ومرأة أخرى تنشكرك يا دكتور على كل ما كتقوم به من أجلي وسمح لنا على عدابك لأنك ضطرتي تجي حتى لعنانا اللي في اللا ديالسيعلال باش تراقب صحتي شكرا يا دكتور لا شكر على وجيب هذا راه واجيبا سيم بشور وما تنساش أننا نولي نخوت وبحل عائلق يلا أخليتكم على خير خليك معنا دكتور ربيع رهبا بشوية وغادي يجي بقاتع الشا معنا مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى يلا نمشي الليل هذا أرى تبعني دورية المستشفى وخصني المرة على المرضى مرحبا أبلغي تحية تفسير يلا تبعنا صحيح يا داعي صحيح يا داعي يا صراحة الحزطيبي خفتك تكون حاقد عليها بسبب الحادثة اللي وقعت واختفى فيها ولدك لماذي أنت ما لك دنبال حاجل عربي وربي راعي وعالم بالمحبة اللي كان كنالك في قلبي راحنا أخوت كبرنا بجوج وعاشرنا البحر بجوج سنين طويلة وعلى هاتشي راني كان شعر بالدم لأذالي كان أعتبر نفسي مسؤول على سلامة البحارة نعلى الشيطان أخوي الحاجل عربي تواحد الرجل الشريف وكتعرف الله وولدي المهدي رافع علم الغيب واللي خلقه قادري بيل على مديله قصر زمان والرطوان وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ونعم بالله ونعم بالله الحاجل الطيب تقبي يا سي الحاجل عربي إلا قلت لك أن هذا المكان اللي كنا متعودين قلتوا فيه اللي كنا بحارة واللي هو نفس المكان اللي كان محبوب عند ولدي المهدي كان حسفي بإحساس غريب كي يخبرني خصوصا بحال هاد الوقت بالليل كي يجيب لي الله بحال لي كيتكلم معي مجليل وكي يقول لي المهدي حي المهدي حي وانت عارفني يا أخويا الحاجل العربي إحساسي عمره ما كان كي يخيبني كان تمنى الله الحاجل الطيب يكشف المستور ويرجع على الطير لأشو وتعمل الفرحة ويكمل الرجع الفرحة يا أخويا الحاجل العربي غادي يتكمل من اللي يرجع لي يا ولدي المهدي وانا متأكد ان مجليل عمره ما يخيب ضمنه كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل التمثيلي مجليل اشتركوا في القناة